السلام عليكم انجردان اللي خلانا هو نحكيه عليه بالطريقة هذه فوضى تكتيكية في الخطوط الثلاثة شفنا بلغة الكرة كل ملاعبي يلعب على زي راسه دحنوس معزز حاج عليه شفنا الكاميرجي غائب ومنعزل على بقية الملاعبية ممكن المردود تحسن نوعا ما بدخول شعبين على الرواق خاصة في أول عشرين دقيقة خلق شوية صعوبات للترجل التونسي أربع فرص زوز تزديدات على العارضة ما بين قوسين زادت فم تحفظ على مردود الدبشي اللي لازم يصلح نوعا ما من المردود متاعه وعودة بن شريفية خاصة في التوقيت هذية بش يخدم برشا ترجل التونسي في رابط أبطاله بحكم كما حكيت للمردود المحير بالنسبة للدبشي نرجعوا لبيداية المباراة اللي ترجل التونسي هو كان متحكم فيها متخيقة لولانية شفنا الإصابة متاع معتززة دام إن شاء الله الملاعبي يدها يقوم لباس شفنا كيف تدخلات عنيفة من اتحاد بنجردان حتى على حمد الهوني الشي اللي يخلم على نبيل معلون يخرجه في بداية الشوط الثاني ويستحفظ بالملاعبي يدها اللي يمثل نقطة قوة بالنسبة للترجل في المباريات الاخرى يمكن ترجل التونسي سهل المأمورية عليه بهدف مبكر من بن عياد اللي بشوية بشوية تحسه بداية يفهم في الستيرديو جيم ترجل التونسي لازم يهبط ياخذ كورة يبدأ هو الهزمة وعلاش لا يكمل حتى الكورة الثانية كيف نحكيه على الهدف المتاع بوشنيبة اللي ملاعبي ذا صغير المعوض اللي الناس الكل ممكن متخوفة نوعا من الملاعبي ذا خاصة في ربط ابطال افريقيا لكن قاعدين الرؤي اللي ملاعبي بداية يتصلح بداية يدخل اكثر في المكينة متاع الترجل التونسي وشفنا اليوم الهدف الممتاز هو اكبر دليل كيف كيف شفنا هدف العادة بالنسبة للهوني اللي قاعد يقدم في برشا بليس للترجل التونسي كيف كيف الملاعبي انيس البدري اللي ان شاء الله في المباريات القادمة بشيكون فيق خاصة في ربط ابطال افريقيا دونك مبروك للترجل التونسي اتحاد بنجردين مع لي كان يصلح بطبيعة مهبات شراس ومازال عنده مرحلة البلايوف بشي حاول يعمل مباريات جيدة على غيران الشوت الثاني اللي قدموا اليوم في المباراة هذي دونك بالتوفيق للترجل التونسي في بقية المشوار وقاعد نحس اللي موجود نهائي في دربي العاصمة هاكو سنة النهاية بتاع الفيديو بقالي كان نقول لكم وناترككم في عبدالله والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته